هذا الدعاء إخوان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كم من مكروب تعلق بهذا الدعاء فلهج لسانه به وتذلل بين يدي الله عز وجل وانطرح بين يديه في ذلة ومسكنة فوجد الفرج قريبا عاجلا أعرف إنسانا بعينه ذكر له أنه أصيب بمرض في كبده مرض عضال كان يجري عملية في مدينة الملك عبدالله تخصص في مكة ومن عندنا من المدينة فأجرى عملية جراحية عملوا له فحوصات عامة فقال له عندك مرض خطير في كبدك والله إني لأعرفه وفي المجلس من يعرفه أيضا فأظلمت الدنيا في عينه خلص قال له أنت كلها كم شهر وتودأ فعاد إلى المدينة وأظلمت عليه الدنيا خلص ميت بعد فترة منتهت فصار ينهج بدعائي الدعاء الأول دعاء ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين والدعاء الثاني هذا الذي في الصحيحين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش رب العرش الكريم لمدة أسبوعين كانوا أقول موعدي راجع بعد أسبوعين في قسم الأورام السرطانية في مدينة الملك عبد الله فدرس أسبوعين وهو يلهج بهذا الدعاء فلما ذهب وَاللَّهِ اللَّهِ لَيْنَا إِلَهَا غَيْرَهَا أَجَرَ الْفُصَوْصَاتِ وَإِذَا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ لَكُمْ ذَاكَ الرَّجُلُ فُلَانَ أَهَذَا الدُّعَاءٌ عَظِيمٌ أَهَذَا الدُّعَاءٌ عَظِيمٌ أَهَذَا الدُّعَاءٌ عَظِيمٌ